رئيس لين لندباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قال لنا في رقم عشرة انه لم يصدر حتى الان قرارا من جانبه في شكوى نادي الزمالك ضد محمود كهربا وايضا لم يسلم اتحاد الكرة اي قرارات بشأن اللاعب نافيا ما تردد حول صدور قرار باقافه ثماني مباريات ده من ناحية بس بعيدا بقى عن تصريحات رئيس اللجنة عرفنا هنا في رقم عشرة ان كهربا هتوقع عليه عقوبة الاقاف من 4 الى 8 مباريات وفقا لللاقحة وهو ما لم تحسمه اللجنة حتى هذه اللحظة خاصة ان اللجنة لم تقتنع باقوال كهربا اللي قال انه بيقصد بهتافه ان عقده مع النادي الاهلي صح بعد احتفاله الشهير بالفوز على نادي الزمالك من 4 الى 8 مباريات عقوبة منتظرة على كهربا اقاف 4 الى 8 مباريات بيقصد 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 ب